ومعنا في الأستوديو محمد لمين وللبار الأمين العام المساعد للنقابة الوطنية للمعلمين أهلا وسهلا انتهت أربعة أشهر من عام التعليم والتكوين في موريتانيا ما الذي تحقق برأيك في هذا الصدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكر قناة المرابطون على هذه السانحة أما فيما ما يتعلق بسؤالكم فإن الحقيقة أن سنة واحدة لا تكفي لنهوض بقطاع التعليم ما ما يتعلق بالأربعة الأشهر الماضية فلم نجد شيء ملموس على أرضية الواقع تقدم في هذا المجال وإنما لمسنا إرادة هذه الإرادة إذا تجسدت في استراتيجية واضحة المعالم بإمكانها أن تضع اللبنة أساسية في النهوض بقطاع التعليم ما أبرز أولويات التعليم الآن برأيك؟ أبرز الأولويات من المعروف أن التعليم يعاني من عدة اختلالات ومشاكل لكن الأهم لأنه نهوض بهذا القطاع لا بد من الاتفاة إلى وضعية المعلم والارتقاء بوضعه وتحسين ظروفه وبالتالي هذه ضمانة كبيرة من أجل تحقيق الهدف السامي وهو تقدم ورقية قطاع التعليم طيب هل ما تسمونه الاختلالات التي يشكو منها التعليم يمكن القضاء عليها في ظرف سنة؟ أم أنه لا بد من عشرية كما نصت على ذلك متديات التعليم؟ كل عاقل يعرف أن سنة واحدة لا تكفل التعليم لأن التعليم يعاني منذ عقود من اختلالات كبيرة وبالتالي لا بد من أن تتحد الجهود سواء كانت جهود التربويين أو جهود الإدارة المعنية والفاعلين هذه الجهود إذا تضافرت فإنه بإمكاني أن تكون يكون للتعليم أساسي يمكن القيامة عليه كيف يمكن لهذه الجهود أن تتضافر؟ كي تتضافر هذه الجهود لا بد أن تكون هناك إرادة جادة وفتح حوارات من طرف الجهات المعنية مع النقابات ومع المهتمين بهذا الشأن هذا حصل في المنتديات العامة للتعليم فأين النتيجة؟ نحن من النقابة الوطنية المعلمة تطالب من ضمن ما تطالب به هو تنفيذ توصيات منتديات التعليم وبالتالي نحن نقتنع هذه الفرصة بدعوة الجهات المعنية إلى تفعيل والاستماع والتطبيق التوصيات التي تمخضت عن هذه المنتديات طيب ما تبقى من عام التعليم والتكوين في موريتانيا؟ هل تعتقد أنه بالإمكان أن يتم تجاوز التحديات والعراقيل الماثلة أمام التعليم خلاله؟ لا لا يمكن أن نتجاوز هذه العراقيل لكن كما قلت بتضافر الجهود ووضع استراتيجية ووضحة المعالم فإنه بإمكان أن نضع لبنات الأولى لانطلاق بتطوير التعليم إلى ما نصب إليه ما أولى هذه اللبنات حينما تتضافر الجهود مثلا؟ من الحقيقة لا بد لإشارة إلى أن وضعية المدرس وضعية لا بد من انتباه لها وإعطاءها المكان الذي تستحق وبالتالي كما قلت أن الرقيب بمستوى المدرس من شأنه أن يساهم في تطوير التعليم بالإضافة إلى أن البيئة والأدوات التعليمية يجب أن تتوفر في المدارس حتى يمكن أن ننهضى بهذا القطاع ماذا عن الجانب المتعلق بالمناهج الدراسية؟ المناهج الدراسية بعد إصلاحها 1999 الحقيقة إلى حد الآن لم نجد التلميذ والله الإنسان الذي نصب إليه لأن في الإصلاحات السابقة إصلاح 79 تمخض عنه وجود شخصين غير متجانسين في اللغة وبالتالي جاءت إصلاح 99 لرد من هذه الهوة وخلق إنسان قادر على أن ينهضى وإنسان قادر على أن يعطي وشهوده ويعطي وقته وثمر تعليمه لتنمية هذا البلد إذن الأستاذ محمد رميو البارة المين العام المساعد للنقابة الوطنية للمعلمين شكرا جزيلا لك